رفضاً لسياسة تكميم الأفواه والاستهداف المتعمد لجهة دون غيرها ومحاولة فرض أجندة الأحساب على ذيقار دون رادع احتشد آلاف المتظاهرين في مدينة الناصرية متحدين قيادة شرطة المحافظة التي سخرت من الدعوة للاحتجاج بأن من سيلب النداء ليتجاوز عددهم بضع عشرات فيما هتف المتظاهرون بالقول ها نحن أبناء ثورة تشرين السلمية تنديداً باستخدام قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم ومنذ أيام تشهد ذيقار تصعيداً أمنياً بسبب قرار تفعيل أوامر قض مجمدة يقدر عددها بنحو أربعة آلاف تم وفقها اعتقال أكثر من ثلاثمائة شخص خلال ثلاثة أيام فقط وهم خلف موجة غضب وردود أفعال اتهمت قائد شرطة المحافظة نجاح العابدي باستهداف متظاهر تشرين 2019 بعد أن وصفهم بالظلاميين والمجرمين متظاهرون ناصرية أكدوا أن معظم الدعاوى التي يتحدث عنها قائد الشرطة هي كيدية وتستهدف الانتقام من محتجي تشرين فيما حذر النائب داود العيدان من وجود جهات تدفع باتجاه إراقة دماء المتظاهرين تحت ذريعة فرض القانون أما النائب غزوان علي فقد اتهم قائد الشرطة باستفزاز ناشطي ثورة تشرين من جهته قال نائب قائم مقام قضاء الناصرية منير البكاء إن قائد شرطة ذقار وبدلا من توجيهه نحو التهدئة إلا أنه واصل التهديد والوعيد ضد من وصفهم بالمجرمين داعيا إياه ترك الأمر للقضاء ليحدد من المجرم من البريء مجلس محافظة ذقار وفي محاولة الاستيطرة على الأوضاع دعا إلى وقف عمليات الدهم والتفتيش لمنازل الناشطين وملاحقتهم وفزح المجال للناشطين لغرض تسوية أمورهم القانونية مع مراكز الشرطة التي يقعون ضمن مناطقهم بعيدا عن لغة الرصاص والتهديد ضدهم من جانب آخر نقلت مصادر مطلعة من داخل قيادة شرطة محافظة ذقار عن امتعاض العديد من الضباط والعناصر الأمنيين من تصرفات قائد الشرطة معهم واصفين قراراته بالتعسفية وغير المدروسة